إلى أيمن عماد في الشرقية هذه المرة سينقل لنا الصورة مجملة ومجزة تفضل أيمن نعم عادة اللي جاء لفتح أبوابها مرة أخرى أمام السادة الناخبين بعد انتهاء الفترة الراحة القانونية للسادة المستشارين والمشرفين على العملية الانتخابية والتي انتهت في الرابع من مساء اليوم كما أيضا تشاهدون في الصورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإجراءات المتبعة للمشرفين على العملية الانتخابية بالتزام السادة المصوطين بارتداء الكمامة وأيضا القوى الأمنية كما تشاهدون التزام واضح بالإشراف على العملية الانتخابية وأيضا البوابات التي توضع على مداخل اللجان مستمرة كما تشاهدون في الإجراءات الاحترازية لو هنرصد أيضا ونوضح الاستعدادات اللوجستية لم تختلف عن الصباح بالمزلات والدعم اللوجستي من بوابات من صراط القواء مزلات مزلات وأيضا القوى الأمنية مستمرة في التأمين حتى الآن لم تختلف هذه أبرز المشاهد حتى الآن وعودة إليك أشكرك شكرا جزيلا أيمن عماد من محافظة الشرقية ناقلا لنا هذه الصورة أشكر بالطبع لكل زملائنا الذين كانوا معنا خلال هذه الجولة وصلتنا معهم بل هم الذين تكفلوا بتسليط الضوء على الصورة في محافظات الجمهورية المختلفة الثلاثة عشر التي تستقبل المصوطين والناخبين في انتخابات الجولة الأولى المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب مصر 2020 شكرا جزيلا للجميع ترجمة نانسي قنقر